أهلا بكم في قناتي آيلس أكاديمي 9 أنا يسر وفيديو النهاردة هتكلم فيه عن أهم مصدر لتحضير توفل IPT خاصة بعد التغييرات الجديدة اللي دخلت على الاختبار يوم 26 يوليو الشهر ده يعني من أربع أيام واللي بتشمل تغييرات في عدد أسئلة الليسنينج والريدينج بس أكبر تغيير هو رايتنج تاسك تو أو المهمة التانية في قسم الكتابة اللي اتغيرت من كتابة مقال أكاديمي وباقت مناقشة أكاديمية قصيرة وأنا شرحت كل التفاصيل دي في فيديو من شهر هسيب لكم لينك تحت في الديسكريبشن بوكس عشان تفهموا التغييرات بالتفصيل أفضل موقع نحضر منه للتوفل حاليا هو طبعا موقع ETS وهو المؤسسة اللي بيصدر عنها اختبار التوفل وده موقعهم الرسمي وزي ما انتوا شايفين بندخل على Prepare for the Test طبعا الموقع عليه صفحات كتير أنا هسيب لكم لينك الصفحة دي تحت علشان تدخلوا على طول وتنزلوا الماتيريال بدل ما اتوهوا وما تعرفوش توصلوا لها في الصفحة دي فيه جزئين مهمين جدا الجزء الأول اللي هو توفل IBT Free Practice Test ده اختبار Free المفروض بندخل نحله علشان نتضرب على شكله أنا هخليه في الآخر هشرحه بعد مشرح جزء الماتيريال الأول الجزء الثاني ده جزء مهم جدا توفل IBT Practice Sets فيه Sets من PDFs ملفات PDF بننزلها على الأقسام الأربعة يعني هنا مثلا عندنا PDF توفل IBT Reading Practice Set فبندخل هنا وبندغط على اللينك بينقلنا على ويندو تانية بيفتح لي الPDF علشان نعمله Download من فوق هنا طبعا بيقول لي يعني الPDF دي محدثة طبعا بعد التغييرات اللي حصلت في الامتحان يوم 26 وهنا في Reading طبعا بيبقى فيه Passages وأسئلة علشان نحلها كتدريب نفس الموضوع تحت هنلاقي Listening Practice وطبعا هنا هو ملف مضغوط علشان ننزل الPDF مع Audio Tracks تحتيه في PDF عن الSpeaking فمسلا لو فتحناه هنا هنلاقي بردو بيقول لي أسئلة الSpeaking يعني في الIndependence Speaking سيبلي السؤال وحطتلي تحت هنا الPreparation Time مفروض أخذ وقت قد إيه عشان أحضره والResponse Time وقت قد إيه علشان أحله ده عشان وأنا بتضرب مع نفسي وهنا كاتب لي إيه المفروض يبقى موجود response tips بيديني زي كده نصايح المفروض تبقى موجودة في الإجابة بتاعتي فنقرأ الجزء ده لإنه مهم جدا وهيفدنا نكون إجابة صحيحة نعرف هم عايزين مننا إيه في الأنصر والPDF الرابع طبعا اللي هو هنا ده عن الرايتنج وطبعا الرايتنج الأولى اللي هي Task 1 وتسك 2 الحديثة الPDF الخامس ده محدش ينزله لأنه عن Paper Edition يعني توفل Paper Edition ودي مختلفة عن الكمبيوتر اللي بندخله في بعض الدول بيبقى في Paper Edition وفيها Task 2 زي ما هي لسه إسي موجودة كده فاللي هينزل الPDF ده هيلاقي Task 2 القديمة مش الجديدة فمحدش ينزله فإحنا هننزل أول 4 PDF بس في هنا كمان جزء رائع مع الماتيريال للرايتنج الجديدة عاملني هنا أسئلة 28 سؤال بالزبط علشان ندخل نتضرب على شكل الرايتنج الجديدة فمثلا ندخل على question 1 بينقلني على window مختلفة وبياخد ثواني على ما بيحمل ويفتح السؤال هنا السؤال فتح وزي ما احنا شايفين الdiscussion هنا البروفيسور فوق طبعا السؤال والبروفيسور هنا والموضوع تحته والطالبين أو الطالبتين اللي بيعرضوا رأيهم والمفروض في التاسك دي احنا بنكتبها في 10 دقايق عشان كده أول ما دخلت التايمر فوقه بيعد countdown من أول عشرة لحد صفر والمفروض بنكتب تحت الانسر طبعا بنتبنى يعني وجهة نظر من الاتنين دايما الطالبين الاتنين اللي بيبقوا فوق بيبقى وجهة نظرهم مختلفة فإحنا مطلوب مننا نتبنى وجهة نظر ونسبتها طبعا فبنستخدم أن مثلا أنا مع وجهة نظر clear وأنا ضد مثلا وجهة نظر كلي وبكتب الانسر بتاعتي ولازم تكون طبعا يعني مثبتة بالأدلة وبنكتب الانسر هنا ده كده شكل السؤال الجديد وزي ما قلتلكم فيه 28 سؤال المفروض بنتدرب عليهم طبعا عدد كويس جدا وده كده جزء الpractice sets أو المaterial اللي إحنا بننزلها هرجع ليه جزء الاختبار نفسه free practice test عاملين هنا اختبار تجريبي ندخل يعني نحله علشان نبقى عارفين شكل الامتحان إزاي هنا المفروض محطوط في PDF بس الأفضل إن احنا ندخل عليه launch ده توفل ipt practice test علشان يعني نعرف شكل التست إزاي ونحله أنا هوريكو جزء منه وهو سهل استخدامه يعني مش صعب طبعا أول ما بندخل يعني التست هنا بندغط على continue على طول بيجيبلي بعد كده general test information يعني معلومات عامة عن التوفل بعد كده بندخل على أول section اللي هو reading section اللي هما المفروض بيبقوا two passages فدي كده directions يعني بعض التعليمات بالدهيني بضغط continue وبنبدأ ال passage الأولى أهي وبضغط طبعا يعني أقراها وأضغط next بتظهر لي الأسئلة فمثلا هاختار السؤال ده يعني ال answer دي بضغط هنا وأعمل next عشان تجيلي اللي بعدها وأضغط مثلا اختارت ده و next وبنفضل كده لحد ما ال passage الأولى تخلص دخلنا على passage الثانية أهي نفس الموضوع بالزبط وبعد ما بتخلص بندخل على طول على listening section وأول ما بندخل على listening بيبدأ يديني ال directions ويبدأ التراكس تشتغل فأنا هسكت على ما التراكس يشتغل وتشوفه يعني الدنيا ماشي إزاي طبعا في الأول هنا بيقول لي يعني make sure your headset is on بنحط ال headset وبعدين أول ما يدخل هيبدأ على طول يديني ال directions ويالتراكس يشتغل listening section directions in this section you will be able to demonstrate your ability to understand listen to a conversation between a student and a professor hi professor Mason do you have a minute yes of course Eric I think there was something I wanted to talk to you about too طبعا أنا عملت يعني جريت التراك علشان ندخل على السؤال على طول فهنختاري السؤال مثلا هنضغط هنا لشان الأنسر تظهر وبعد كده نعمل على طول next how did the man learn about Dean Adams's retirement والسؤال التالي مثلا بنضغط عنده ونعمل next ونحل وهكذا فعشان ما ناخدش وقت يعني أنا هخرج من ال set بتاعت listening علشان ننقل على ال speaking كده أنا خرجت من ال listening وهندخل على ال speaking ال speaking برضو هيبدأوا كلام بس ال speaking هنا احنا مش بنسجل يعني هم حطين السؤال وبعد كده حطين sample answer علشان نعرفه فهو ريكولي speaking هنا معروضي ازاي برضو speaking section directions in this section you will be able to demonstrate your ability state whether you agree or disagree with the following statement then explain your reasons using specific details in your explanation learning through online courses is more effective than learning in the traditional classroom setting فكده في ال speaking يعني قدتنا sample بعد كده بندخل على طول على writing وطبعا هنقرأ الجزء ده وبعد كده نكتب دي اول يعني task اللي هي ال integrated وبعد كده عندنا writing for an academic discussion موجودة اهي زي ما شرحتها لكم في الماتيريال وبعد كده يعني لو ضغطنا continue هم هنا حطين sample علشان نقراها ونعرف يعني المفروض نكتب ايه وبس كده ده الاختبار وبنخلصه من باب التجربة وبيخلص على كده ويعني ده الجزء المتعلق بال free test فأنا كده شرحت لكم free test وشرحت لكم طبعا ال practice sets او material واعتقد ده يعني موقع مهم جدا والمفروض نستخدم الماتيريال اللي موجود عليه وده فيديو النهاردة وضحت فيه يعني مصدر مهم للطفل اللي ممكن يكون في ناس مش عارفة او مش عارفة تنزل material حديثة منين فريد تدخلوا عليه وزي ما قلتلكو اللينك هيكون موجود تحت الفيديو ويشاركوه مع اي حد داخل الامتحان او يعني عارفين هو بيدور على material وبالتوفيق للجميع